الملك حمد بن 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 ح عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة بمناسبة العيد الوطني المجيد والذي أكد جلالته فيه على ضرورة تكاتف الجميع لحماية المكتسبات والإنجازات والاعتزاز بما تحققه الجهود الوطنية التي تتنافس في مستويات أدائها مع المستويات العالمية خصوصا إذا تم الأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية للأوضاع الاقتصادية والأمنية في العديد من دول العالم كما أشاد صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بما جاء في الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدة خلال مراسم الذكرى الأولى ليوم الشهيد والذي قال جلالته فيه إن يوم السابع عشر من ديسمبر من كل عام سيظل مناسبة مشرقة في مسيرتنا الوطنية ملؤها الاعتزاز والفخر بأبناء البحرين الذين استشهدوا داخل الوطن وخارجه نصرة للحق وإرساء للعدل ودفاعا عن أمن وسيادة أوطاننا وأمتنا كذلك هنأ صاحب السمو الملكي رئيس المجلس الوزراء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف مبتهلا إلى الباري عز وجل أن يعيدها على كافة العرب والمسلمين باليمن والخير والمسرات هذا وقد أشاد المجلس بتشكيل تحالف إسلامي عسكري تتصدره المملكة العربية السعودية لمحاربة الإرهاب وتأسيس مركز عمليات مشتركة لتنسيق ودعم العمليات العسكرية بمشاركة دول عدة تأكيدا على ضرورة التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره على صعيد آخر وجه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى متابعة تسهيل الإجراءات بمركز المستثمرين بما يكفل سير العمل في أحسن صوره وتقليص مدة إنجاز المعاملات بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جلوة إعماله واتخذ بشأنها ما يلي فقد وافق المجلس على مذكرة بشأن إضافة بعض الدول الإفريقية إلى قائمة الدول التي يمكن لرعاياها الحصول على تأشيرات إلكترونية لدخول مملكة البحرين وتتضمن المذكرة توصية بإمكانية إضافة إحدى عشرة دولة عربية وإفريقية إلى قائمة الدول التي يستطيع رعاياها التقدم بالحصول على التأشير الإلكترونية وافق المجلس على مذكرة بشأن اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية جورجيا أخذ المجلس علما بالاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب وما سيتم اتخاذه من إجراءات بشأنها وعقب الجلسة أقذ سعدة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب مؤتمرا صحفيا تطرق من خلاله لأبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء وأكد الحمادي أن لا مساس بمكتسبات المواطنين ولا بحقوق موظفي الدولة أو المتقاعدين مشيرا إلى تنفيذ أكثر من خطة لتقليص المصاريب فيما لا يمس القوى العاملة بالحكومة وأشار سعدة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بأنه ليس بغريب مشاركة البحرين في التحالف الدولي ضد الإرهاب فقد شاركت المملكة سابقا في التحالف الدولي لمحاربة التنظيمات الإرهابية وكذلك التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لنصرة الشرعية في اليمن هذا وقام سعدة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بالرد على عدد من الأسئلة والاستفسارات من الصحفيين الذين حضروا المؤتمر وسعر التلفزيون البحرين تسجيلا كاملا لوقاع المؤتمر الصحفي بعد هذه النشرة مباشرة اشتركوا في القناة